السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي أخذنا قبل كده الدرس الأول من مادة اكتشف فاكرين في الدرس الأول أخذنا إيه؟ طيب أنا هسألكوا سؤال هساعدكم إن كتف تكروا لو قلتلكوا ما الحاسة التي ساعدتكم على الاكتشاف في الدرس الأول كنا بنكتشف بإيه في الدرس الأول؟ كنا بنكتشف بحاسة البصر يبقى الحاسة اسمها حاسة البصر وهي اللي ساعدتنا على الاكتشاف وساعدتنا العين في حاسة البصر لأن العين هي عضو حاسة البصر شاطرين يا حلوين طيب تفتكروا في الدرس الثاني هناخد إيه؟ هناخد حاسة تانية كمان أنا لو سقفت لكم بنسقف بإيه؟ بإدينة طيب لو سألتكم سؤال ما الجزء الذي ساعدك على التعرف على الصوت؟ أنت تعرفت على الصوت ده إزاي؟ جميل اتعرفت على الصوت ده بأذنك بإيه؟ بأذنك إذن الأذن هي عضو حاسة السمع يبقى ما هو عضو حاسة السمع؟ الأذن عضو حاسة السمع شاطرين يا حلوين أي صوت بنسمعه؟ بنسمعه بإيه؟ بالأذن بنسمعه بإيه؟ بالأذن طيب كيف يساعدنا السمع خلال اليوم؟ إزاي السمع أو حاسة السمع بتساعدنا خلال اليوم؟ مين هيجاوب؟ شاطرين سمع حد هناك بيقول لي أنا بسمع صوت ماما وهي بتنده علي الله عليك في حد تاني بيقول لي أنا بسمع صوت المعلمة وهي بتشرح للدرس جميل تاني في حد يقدر يقول لي كيف يساعدنا السمع خلال اليوم؟ آه في حد قاعد هناك بيقول لي أنا بسمع صوت التلفزيون أو الموبايل شاطرين يا حلوين يبقى السمع بيساعدنا طول اليوم في مواقف كتير طيب اذكر موقف ساعدتك حاسة السمع في المحافظة على سلامتك يعني أنت سمعت صوت فمن خلال سمعك ده حفظت على سلامتك زي إيه مثلا الموقف ده؟ طب أنا هقول لكم موقف حصل معايا أنا وأنا بعدي الطريق في الشارع سمعت صوت كلاكس عربية بيب 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 وأنا معدية الشارع قمت بسرعة بعدية بعيدة عن طريق العربية والحمد لله العربية ما خبطتنيش ولا حاجة يبقى كده أنا سمعت صوت الكلاكس بيب 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 فقمت بعد عن إيه؟ عن العربية فأنا بقت إيه؟ بقت سليمة وكمان العربية ما أزتنيش يبقى ده موقف ساعدتني حاسة السمع فيه في المحافظة على إيه؟ على سلامتي طيب ما الأصوات التي تسمعونها في المنزل مع أسركم؟ في المنزل مع أسركم بتسمع أصوات إيه؟ الله بسمع صوت ماما وصوت بابا وصوت جده بسمع صوت مين كمان؟ بسمع صوت التلفزيون بسمع صوت جرس الباب لما يرن جميل طيب مع أسركم ننتقل بقى للخطوة الجديدة اللي هي التعرف على الأسرة تفتكروا أسرة يعني إيه أسرة؟ الأسرة هي الأم والأب والأخوات الناس اللي قاعدين معك في البيت هتلاقي أغلب الناس معهم مين؟ معهم ماما وبابا وأخواتهم يبقى هي دي أسرتكم طيب ما الذي يمكن أن نكتشفه عن أسرنا؟ طيب رفعوا قديكم كده لو كان ليكم أخوة أو أخوات أكبر منكم مين اللي ليه أخوة أو أخوات أكبر منكم؟ جميل أنا شايفة هناك وهو واحد اتنين تلاتة أربع يا في ناس كتير ليهم أخوات أكبر منهم طيب مين اللي ليه أخوات أصغر منه؟ يرفع إيده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة في ناس كتير كمان ليهم أخوات أصغر منهم جميل يبقى الأسرة مكونة من الأم والأب والأبناء الأبناء دول منهم أنا ومنهم مين؟ ومنهم أخواتي طيب تفتكروا كل الأسر متشابهة؟ يعني مين فينا لنا ليه أخ واحد يرفع إيده؟ مين ليه أخت واحدة يرفع إيده؟ طيب مين ليه أخين؟ مين ليه أختين؟ يبقى مش كل الأسر متشابهة مش كل الأسر زي بعض فيه اختلاف بس احنا لازم نحترم الاختلاف ده مش معنى ان انت ليك أخوات كتير ان انت أحسن من اللي ملوش إخوات لأ لازم نحترم الاختلاف ده لأن مش كل الأسر متشابهة جميل طيب كل أفراد الأسرة مهمين لبعضهم البعض كل أفراد الأسرة دول مهمين لإيه؟ لبعضهم طيب في الصورة دي هتفتح الكتاب صفحة خمسة الصورة دي هتبين لك إزاي أفراد الأسرة مهمين لبعضهم البعض بيقولك إيه؟ أسرتي في الحديقة ارسم دائرة حول الأخ والأخت واستكمل تلوين الصورة هو بيقولك ارسم دائرة حول الأخ والأخت واستكمل إيه؟ واستكمل تلوين الصورة مين فيكو هيقولي فين الأخ والأخت؟ أدي أخ أخت قصدي وده أخ جميل وفي أخ هناك هو واقف مع بابا مع بابا يبقى أنا عندي دول أخ وأخت وأخ كمان عدهم كده أدي واحد اتنين تلاتة جميل يبقى أنا عندي كام؟ واحد اتنين تلاتة يبقى الأسرة دي فيها تلات أخوات أو تلات أشقاء وفي أم وفي أب طيب هتستكمل تلوين الصورة يعني هتلون الكتاب اللي في إيد الابن وهتلون الطيارة يبقى أنت كده لو أنت الايه؟ استكملت تلوين الصورة طيب يا حلوين بصوا للصورة دي كويس عايزاكوا تبصوا فيها كده؟ طيب الأسرة دي تفتكر بتحترم بعضها ولا لأ؟ في احترام بينهم ولا لأ؟ طيب هقول لك حاجة الأسرة دي الأسرة دي شايف الأب وهو بيقرأ مع ابنه الكتاب؟ تفتكر ده احترام إظهار احترام لابنه والابن البابا ولا ده مش اظهار احترام؟ طيب هقول لك على حاجة كمان شايف الأم وهي مسكة طيارة لولادها عشان يعرفوا يطيروها كويس؟ طيب تفتكر ده اظهار احترام؟ ولا لأ؟ طيب الصورة دي عجبك؟ طبعاً لأن فيها اظهار الاحترام ازي اظهار احترام؟ لما الأب يساعد ابنه في الكراءة وقعدين مبتسمين ده اظهار الاحترام لما الأم تساعد أبنائها في اللعب ده اظهار احترام طيب لما الأبناء أو الأخوات أو الأشقاء يلعبوا مع بعض بحب وتفاهم يبقى ده اظهار احترام صح ولا لأ؟ يبقى الصورة دي حلوة ولا مش حلوة؟ جميلة طيب فكر كده في كيفية اظهار الاحترام لأسرنا المساعدة من أسليب الاحترام بين الأفراد لما الأم والأب يساعدوا أولادهم والأولاد يساعدوا أبناء آباهم يبقى المساعدة من أسليب الاحترام فيه كمان حاجة المشاركة واللعب يبقى غير المساعدة المشاركة واللعب من أسليب التعبير عن الاحترام بين الأسرة يبقى انت عرفت ان المساعدة والمشاركة واللعب من أسليب اظهار الايه؟ الاحترام للأسرة طيب فالصفحة اللي عليها الدور هتفتح الكتاب وهتجيب ألمك وألوانك بيقولك ايه؟ ارسم صورة تظهر أفراد الأسرة وهم يستمتعون بوقتهم ويمارسون النشاط المفضل يعني انت هترسم هنا في المكان المخصص للراس هترسم هنا صورة لأفراد الأسرة وهم يمارسون نشاط مفضل ويستمتعون بوقتهم ويعبرون عن الاحترام بين أفراد الأسرة ممكن حد يرسم أسرة وهي قاعدة بتاكل مع بعض والأم بتحط الاطباق والأبناء بيساعدوها ممكن ترسم الأسرة وهي في الحديقة وقاعدين بيلعبوا مع بعض ارسم الصورة اللي انت تراها مناسبة وكده يكون خلص الدرس يلا بسرعة كده بقى نراجع احنا أخدنا قبل كده حاسة البصر وهي بتساعدنا على الاكتشاف والنهاردة أخدنا حاسة جديدة في الدرس الثاني اللي هي حاسة السمع وهي كمان بتساعدنا على الاكتشاف طيب احنا بنستخدم الحواس في وقت واحد ممكن نستخدم أكتر من حاسة في وقت واحد آه طبعا ممكن نستخدم حاسة البصر وحاسة السمع في الوقت نفسه يعني مثلا انت وانت بتتفرج على التلفزيون او انت يا حلوة وانت بتتفرج على التلفزيون مش بتشاهدي بعنيك وبتسمعي الصوت بودنك يبقى انت استخدمتي حاسة البصر وحاسة السمع في الوقت نفسه في حد كمان هناك بيقولي اوه وانا كمان بشر بفهم الدرس من المعلمة المعلمة بتشرح الدرس بتكتب على الصبورة انا شايف الصبورة وشايف المعلمة بعيني وكمان سمعها بأذني يبقى دي استخدمتي فيها حاسة البصر وحاسة السمع في الوقت نفسه أتمنى تكونوا فهمتوا معي الدرس والدرس يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته